أهلا بكم قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو رفضت خطة السلام التي اقترح رئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي والمؤلف من ثلاث خطوات واصفة إياها بأنها خطوات نحو استمرار الأعمال العدائية قال بيسكوف إن التقدم نحو السلام ليس ممكن ما لم تقبل أوكرانيا بالأمر الواقع الجديد معتبرا أن عدم قبول كييف بالواقع الجديد ليساعد في التقدم بشأن السلام كما نفى المتحدث باسم الكريملين وجود أي أسلحة ثقيلة في محيط محطة زابروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا ميدانيا قالت روسيا وأوكرانيا إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونتس شرقية أوكرانيا وزعمت كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر على صعيد متصل كشفت وزارة الدفاع البلاروسية عن بدء اختبار مفاجئ لجهوزية قوات الجيش البلاروسي يشمل تقدم الأفراد والمعدات العسكرية مع فرض قيود موقعة على حركة المواطنين في مناطق وطرق عامة بعينها وفق وزارة الدفاع كما جرت العادة منذ بدء الحرب في أوكرانيا أو حتى قبلها تصريح يقابل تصريح والدعاء يفنده الدعاء آخر روسيا وأوكرانيا تتفقان على صعوبة الوضع في منطقة دونتس شرقية أوكرانيا في حين تزعم كل منهما النجاح في صد هجمات الطرف الآخر روسيا من جهتها تقول أنها تسيطر على 50% من المنطقة تشكل الأجزاء المحررة من جمهورية دونتس الشعبية ما يزيد قليلا عن 50% من أراضي المنطقة إذا كنا نتحدث عن السكان وربما تكون هذه هي النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لنا الأعداد أكبر بكثير لأن عدد سكان المناطق المحررة أكبر بكثير من تلك غير المحررة وعلى الطرف المقابلة تؤكد أوكرانيا أن قواتها صدت الهجمات الروسية في عشر مناطق تضارب التصريحات هذا يأتي كنتيجة لعدم وضوح أي أجزاء من دونتسك تخضع لسيطرة موسكو وأيها يخضع لسيطرة كييف في وقت تتصاعد فيه وطيرة القتال في المنطقة ويرزح فيه ملايين السكان تحت وطأة القصف المتواصل وانعدام الأمن والكهرباء وسط درجات حرارة دون الصفر وعلى الحدود بين روسيا وأوكرانيا طارئ آخر يظهر على المشهد بيلاروسيا تعلن بدأ فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات جيشها بتكليف من حليف موسكو الأول الرئيس أليكساندر لوكاشينكو وبينما يُعقد اجتماع دولي في باريس لدعم أوكرانيا في نواح شتى منها إعادة الإعمار بسبب الضربات الروسية بحسب كييف يرد لكريملين على تلك التصريحات ويؤكد الناطق باسمه ديمتري بيسكوف أن دمار البنية التحتية في المقاطعات الروسية حسب وصفه سببه القصف الأوكراني الوحشي للروسية منويها إلى أن إعادة إعمار البنية وتأهيلها أمر صعب للغاية بيسكوف لم يكتفي بهذا الحد إذا كدن السلام لن يتحقق ما لم تقبل أوكرانيا بالواقع الجديد على الأرض رافضا اقتراحا قدمه الرئيس الأوكراني تضمن ثلاث خطوات لإحلال السلام المنشود على الأراضي الأوكرانية وللمزيد حول هذا الموضوع نضم لنا من موسكو يفجيني سيدروف الكاتب والباحث السياسي ومن كييف بيترو بوركافسكي المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة الديمقراطية أبدأ معك سيد يفجيني في موسكو الكريملين رفض خطة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي للسلام واشترط أن تقبل أوكرانيا بالحقائق التي أصبحت واقعا على الأرض ألا يعني ذلك أن موسكو عمليا ترفض السلام وتريد استمرار الحرب تحياتي لك ولساد المشاهدين ولديفكم الكريم لا يعني ذلك أن روسيا ترفض السلام وهي عزمة على المواصلة في العملية العسكرية بأي سمن كان روسيا منذ فترة بعيدة أو فترة طويلة تعرض على كيف البدأ بالمفاوضات ولكن وفقا للشروط التي تطرحها موسكو ولكن عذرا هنا كيف تريد لكييف أن تتفاوض أراضيها محتلة طبعا ولكن بالنسبة لموسكو هذه الأراضي غير محتلة وإنما تم استرجاعها وبناء على الاستفتاءات التي جرت فيها ويعني روسيا ترى أن هذا إجراء أو خطوة شرعية تماما وتتفق ومثاق الأمم المتحدة وتستجيب لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وبالتالي هناك تباعد شديد في الحقيقة بين مواقف موسكو وكييف والآن يمكن تشبيه هذا الوضع بمعزق يعني تباعد لا يمكن التغلب عليه إلا ربما بوسطة وسيط قوي يمكن أن يقنع كلا من روسيا وأوكرانيا بالوقف إطلاق النار في البداية ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات السلام سيد بيترو أراك تبتسم وسيد يفجيني سدروب ربما لا توافق على ما يقوله وعلى أن هذه الأراضي هي أصلا لروسيا وقد تم استرجاعها كما يقول طيب يعني أوكرانيا الآن أمام وضع الصعب إما القبول بما تقول به موسكو وإما إطالة أمد الحرب وخسرت ربما المزيد من الأراضي والاضطرار في المستقبل للقبول بواقع شديد ربما أمر على كييف من الوضع الحالي أنا سعيد جدا لأن أسمع أن الضيف موسكو أشار إلى مثاق الأمم المتحدة أود أن أذكر الضيف في موسكو وأن أذكر المشاهدين بأنه منذ عدة أيام فقط وثلاثين عاما أيضا في الثامن من ديسمبر عام 1991 قادت الدول الثلاثة السيادة الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وقعت على معاهدة بشأن إعلان بشأن حل انحلالي الاتحاد السوفيتي بشكل سلمي والعنصر الرئيسي في ذلك الاتفاق والاعتراف بالحدود حدود تلك الدول إذن الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس وروسيا قد حددت عام 1991 ومنذ عدة سنوات احترمت روسيا حدود أوكرانيا بل أضيف إلى ذلك في عام 97 روسيا وأوكرانيا وقعت على اتفاق للشراكة والتعاون بينهما وأول مادة في هذه الاتفاقية تعترف فيها روسيا بحدود أوكرانيا بما في ذلك شبه جزية القرم ما الذي يحدث الآن إذن أن روسيا احتلت شبه جزية القرم وأيضا المناطق الأخرى في أوكرانيا والقوات الأوكرانية تقاتل من أجل استعادة السيادة الأوكرانية على تلك الأراضي وهي أكرانية وكانت معترفا بها من قريب روسيا بما في ذلك بوتين نفسه باعتبار أراضي أوكرانية وقد في مقابلة مع بوتين في عام 2008 قال إنه ليست لينية على الاستعادة على الأراضي الأوكرانية وضفنا لك فالرابع والعشرين من فبراير قال بوتين في حديثي للشعب الروسي إنه ليست لديه النية على الأطلاق لأن يستولي على أي جزء من أراضي أوكرانية إذن ما نرىه الآن أن روسيا تكذب والضيف في موسكو في واقع الأمر هو يكذب أيضا والسؤال الآن هل يمكن إتفاقية السلام هل إتفاقية السلام يمكن أن تستند أو هل يمكن أن يتم إتفاقية يكتب له البقاء ما لم يكن عن مبادئ المثاق المتحدة ومن بين المبادئ أنه هو احترام الحدود الدولية وذلك أنه حينما تنتسحب روسيا كل قواتها من كل الأراضي الأوكرانية فإنه سيكون هذا شرط أساسي لأي محادثات الإسلام بين أوكرانيا وروسيا وضح سيد بيترو إذن شرط أساسي سيد يفجيني في موسكو أن تنسحب روسيا إلى الحدود المؤترفة بها دوليا على الطرف الآخر في إطار هذه المحادثات زيلنسكي قال أنه إذا وافقت موسكو على الحوار فسيتم دراسة تقديم ضمانات أمنية لروسيا ألم تقل روسيا قبل بدء العملية العسكرية أن هدف هذه العملية هو منع عسكرة أوكرانيا أليس ذلك كافيا الآن هذا الحديث من قبل زيلنسكي والضمانات الأمنية لروسيا التي سيتم تقديمها إذا وافقت على الحوار لابد هنا من التذكير إجابة على هذا السؤال أنه بعد عدة تسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان هناك محاولات للحوار وعدة جولات من المفاوضات وآن ذاك كانت طرفين الروسي الأوكراني قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق ثم إن صحبت أوكرانيا من هذه المفاوضات روسيا تعتقد بأنها فعلت ذلك تحت ضغوط من قبل الولايات المتحدة أما إذا إنتهزت أوكرانيا تلك الفرصة فكان يمكن تجنب ما حدث في وقت لاحق وبالتالي روسيا ترى أن أوكرانيا هي التي تتحمل المسؤولية عن الانسحاب من المفاوضات وهذه المفاوضات كان أحد أجزائها أو مكوناتها الرئيسية دمانات أمنية بالنسبة لروسيا وكانت مواقف الطرفين أنا ذاق قريبة جدا أو متقاربة على الأقل وبالتالي هذه الفرصة للأسف الشديد تم تفويتها والآن حدث ما حدث ونحن كما قلت أمام مأزق يعني بسبب تباعد مواقف الطرفين لا يمكن أن نتصور أن روسيا تنصحب الآن نظرا لكون الأكثرية ربما في روسيا تؤيد هذه العملية فكيف يمكن للرئيس الروسي أن يتخذ هذا القرار وهو بذلك سوف يعترف بهزمته من ناحية أخرى طبعا الرئيس الأوكراني تقريبا له نفس الموقف لا يمكن أن يتراجع عن موقفه الذي يطالب فيه بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا وبالتالي نحن أمام مأزق لا يمكن لأحد في الطرفين أن يحول له إلا ربما باللجوء إلى وسيد كما قلت في بداية الحديث سيد بيترو كما ذكر سيد سيدروف الطرفان الآن في مأزق حقيقي ما جدوى طرح هذه المبادرات إذا كانت طرفان متشددان على مواقفهما هل هناك أمل أمام كييف بأن تكون أكثر ليونة في هذه الفترة بالتحديد لأنها في موقف صعب جدا حتى الدعم الغربي لا يرقى كما تقول كييف للحجم المطلوب إن كان على المستوى المادي أو العسكري هل من الممكن أن تقبل بليونة ما في هذه المرحلة والتفاوض على المزيد في المراحل المقبلة مع موسكو نعم أود أن أبدأ بكلما عند أوكرانيا مرنة وتستجيب للمبادرات لكن أود أن أذكركم أيضا حينما وقع أمكان التفاق الأول مع روسيا وأن أعني اتفاقية الحبوب في فتح الممر الإنساني في البحر وصادرته من أوكرانيا إذن هذا الاتفاق من خلال وساطة الممتحدة وتركيا أصبحت ممكنة ولم يكن ذلك إلا بعد أرسل القوات البحرية الأوكرانية أرسلت السفن إلى هذا بعد أن قامت القوات الأوكرانية بالإستيلاء على جزيرته السنايك فهذه أيضا وهي أيضا وهي ممر التجاري في البحر الأسود وبعد ذلك فحاس بعد أن قامت القوات الأوكرانية بالتدمير تدميري القوات الروسية في شبه جديد القرم بعد ذلك فقط كانت اضطرت روسيا لأن توقع على اتفاقية الحبوب وهذا يعطينا مثالا جيدا لأن روسيا مستعدة للحوار ولن تكون مستعدا إلا في الأحوال التي تكون مضطرة لذلك وإحنا ما تواجه تهديد الهزيمة العسكرية شكرا جزيلا لك من كيف سيد بيترو بوركوفسكي المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة الديمقراطية والشكر موصول لسيد يفجيني سيدروف من موسكو الكاتب والباحث السياسي وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي اقترح رئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي عقد قمة عالمية لصيغة السلام لمناقشة خطته لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني وأحلال السلام في بلاده تتضمن خطة السلام الأوكراني التأكيد على سحب روسيا قواتها بالكامل من أوكرانيا خلال عطلة عياد الميلاد ووقف دائم لإطلاق النار كما تضمنت التأكيد على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا ووحدة أراضيها كذلك أكدت خطة زيلنسكي على عدم تقديم كيف أي تنازلات أي تنازلات